كيف نعد المجدرة؟ نضع العدس ثم نضيف الماء ونطهو حتى يغلي وينضج العدس نضيف الأرز، الملح والفلفل حسب الرغبة، الكمون ونخلط المقادير جيداً نطهو الأرز مع العدس على نار هادئة حتى ينضج الأرز نضع الزيت في مقلات على النار ونضيف البصل ونطهو حتى يصبح ذهبي اللون نضيف البصل المقلي إلى خليط العدس والأرز ونحرك المقادير جيداً نقدم المجدرة مع البصل الأخضر لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد ويمكنكم أيضاً مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم